وطبعاً اذا شايفين احنا الساكل اللي موجود عندنا ومكتوب في النص جي ار سي اكيد انت بتسمع الكلام ده لليوقتي كتير يعني اكيد انت تتعرض لمثل هذي المصطلحات في انك تسمع وبعدين في زي ما انت شايف كده فيه سكتور خاص بالاودت والستراتيجي منجمينت البزنس بروسيس البوليسي والبروسيدجر كل الكلام طبعاً موجود وفي النص فيه كده الجملة الخاصة بالجي ار سي واللي هو اختصار جافرنس كومبلاينس ريسك عايزين بقى نبتدي نعمل توصيف للثلاث مصطلحات اللي احنا شايفين هون ايهو الجافرنس ايهو الريسك ايهو المانجمينت والكومبلاينس انا اسف الجافرنس ريسك مانجمينت والكومبلاينس طبعاً فيه تعريف بسيط احنا بنحطه في الاول كده ان بنقول ان الهيكل الخاص باي واي ارجنزيشن بيختلف اختلاف كبير من منظمة الى اخرى اختلاف اختلاف كبير من منظمة الى اخرى اتش ارجنزيشن هاز اتس اون ميشن بين كوسين بيزنس سايز اندستري والكالشر والليجال الخاص بالمنشآت دي والتحكم والحكمة اللي تسري داخل هذه المنشآت تختلف من منشآت الى اخرى اكيد المجتمعات البنكية او القطاعات المادية العمل فيها والبروسوس فيها والهيكلة الخاصة بيها بتختلف اختلاف كبير جداً عن المليتري سايتس يعني مما لا شك فيه اللي دخل قطاع بنكي شاف الستراكشر ماشي ازاي شاف الكمبلاينس بيحصل ازاي شاف البروسيس او الورك فلو بيمشي جوه باي شكل و باي طريقة او لان ده مختلف لما راح مكان ثاني لان ده مختلف عندك وزي ما احنا شايفين اتش ارجنزيشن هاز اتس اون مشين كل ارجنزيشن عندها الميشن بتاعتنا الميشن الخاصة بيها طبيعة العمل التابعة لهذه ارجنزيشن حجمها اكيد في ارجنزيشن مثلا فيها خمسة اشر الف مستخدم ارجنزيشن تانية مثلا فيها خمس ومئة مستخدم فالمضاء ده اكيد هيفرق الاندستري الصناعات الخاصة بالمنشآت دي والكلشر طبيعة طبيعة المنشآة نفسها اكيد المنشآة العسكرية لها طبيعة مختلفة تماما عن مثلا الاماكن اللي بتعمل او الاماكن اللي هي في المجال الصحي او ما الى اخره يعني ايه بقى? يعني في النهاية بقى احنا عادنا نقول يختلف ويختلف ويختلف لكن في النهاية كل المنشآت بتتفق ان عندها مسئوليات وواجبات امام ان هي تحمي الاسيتس الخاصة بيها والوظائف وعمليات التشغيل الاسف اللي موجودة عندها واللي بتانكلود طبعا لان احنا بنتكلم عن الانفروميشن تكنولوجي بتانكلود الانفروميشن تكنولوجي انفرستركشر بنية تحتها الانفروميشن تكنولوجي والبيانات اللي بتتواجد داخل هذه المنشآت دي 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 مسئولية مسئولية مستشفى بقى بنك اه وزارة سيادية في النهاية هم اتفقوا على ان هم لازم يكون عندهم بروتاكت الاسيتس بتاعتهم واذا كنا بنتكلم في السيبر سيكورتي فبنتكلم على بروتاكت الديجيال اسيتس وانت عندك انفرستركشور بقى داتا سنتر او عندك اكتر من داتا سنتر وعندك بنية تحتية لالانفروميشن تكنولوجي دي وفيزيكال اسيتس خاصة بيها فانت لازم اكيد انت عايز تحافظ على الكلام ده والانفروميشن في شكلها طبعا الورقي والغير ورقي اللي هو الديجيتس يعني في النهاية في سقف الموضوع ده في سقف الموضوع ده هنلاقي ان عندنا اللي بيحكم القصة دي واتزهايس ليبل في الهايس ليبل بقى المتحكم واللي بيبتدي يوفق مثل هذيه الامور ويبتدي بقى يحافظ على الديجيتال اسيتس ويحافظ على الانفرستركشور خاصة بالانفروميشن تكنولوجي وكل الكلام اللي احنا حكينا فيه ده يقع الريسك مانجمينت قدارة المخاطر والكمبلاينس اللي هو بيسموهم هنبتدي بقى ايه نشوف كل حاجة بالتفصيل منهم في السلايدز اللي موجودة معنا الجي ارسي ايه بقى الفرق ما بين والريسك مانجمينت والكمبلاينس هو طبعا يعني هو حوكمة وانا حضرب لك مثال كده هنعرف ان فيها بقى بورد وفيها سينيور مانجمينت وناس بتدير هذي المنظومة الناس دي لو اختفقت حد اختفى من المنظومة دي اتعب سافر غاب قال لك لو جبنا عصايا حطناها مكانه يظل المكان بيسير بنفس الطريقة اللي كان الشخص اللي كان بيدير او المجموعة اللي كان بيدير دي موجودة وهو ده فكرة الحوكمة فكرة الحوكمة ان تبقى كل حاجة تماتيكي كل حاجة اوتوميتيد لا يتوقف الموضوع معظم ما يبقى سنترلايز او ما يبقاش باقي ايه مركزية مش عشان خاطر محمد مش موجود الدنيا تقف ونبتر بقى نفسر للموضوع ده بتفسير اكتر من كده قال لك الـ من الـ والسينيور منجمنت اللي في الـ وطبعا الـ هو مجلس الادارة والسينيور منجمنت دول طبعا بقى ناس زي الـ ناس بقى اصحاب وسيدين قرار ناس بتلعب في الليفل الخاص بالادارة العامة وليهم مجموعة من الاهداف ايه بقى مجموعة الاهداف اللي موجودة عند الـ طبعا احنا عندنا بقى فكرة كمان غير الـ بقى اصحاب المصلحة طبعا الـ ممكن يكونوا مثلا ناس مساهمين حطين اسهم مثلا بيستثمروها فملهمش في القصة دي كلها فالناس اللي حطى الاسهم بتستثمرها دي جايبين ناس اسموهم بورد في ديركترز الناس بتدير لهم الاعمال ناس مستثمرين ناس مش فاضية او مش كير عندهمش الكفاية اللي بيحطوا اسهم وحطين فلوسهم يجيبوا ناس يقول لك ده زي كده ايه مجلس ادارة جامعية عمومية يجيبوا ناس بورد في ديركترز ومعاهم سينيور مانجمينت ناس قصتها ان هي تدير هذه الامور فمش شرط ان البورد في ديركتر يكون هما الستيكولدر عشان بس فيه ناس بتعمل ايه بتعمل خلط ما بين الحاجتين تقول طيب ايه بقى الاهداف اللي موجود عند البورد في ديركترز والموجود عند السينيور مانجمينت والجاورنينس بروغرامز الخاصة بيهم هما في الاخر اللي حيمسك حتة الجاورنينس دي هما البورد في ديركترز والسينيور مانجمينت يعني انت لو راجل حابب ان انت تلعب في يوم الايام الحاجة دي او انك تشتغل الشيء ده وعايز تبقى انت راجل في الاريا دي فانت مثلا بتذاكر مثلا سي منهج زي الكوبت لو بيساعدك على انك انت تخش مجال الجاورنينس فانت هتبقى عارف ان انت يا بتساعد البرورد في ديركترز يا ممكن تلعب دور السينيور مانجمينت مثلا البرورنينس بروغرام بقى هالسيرفور جولز البرورد في ديركترز والسينيور مانجمينت دور حيشتغلوا عليه لعدة اهداف قال لك اول حاجة بروفايد الاستراتيجيك ديركشن الكلام ده مهم جدا ومحتاجين ان احنا نحفظه محتاجين ان احنا نفهمه وبعد ما نفهمه نحفظه لان دي تبقى اسئلة امتحان وحنشوف طبعا ايه عندنا اكتر من تست نولج على الموضوع قال لك اول حاجة لازم البرنامج الخاص بالجاورنس ده يوفر توجه استراتيجي بروفايد استراتيجيك ديركشن يكون عندي استراتيجية واضحة لخط سر العمل بتاعي انا رجل هشتغل في ايه السنة دي عندي ايه الاستراتيجيك بتاع تخلال السنة دي مثلا انشور زيزة اوبجيكتيفذ اiful البرنامج ده اهدافه ان يتأكد يتأكد من انه السراتيجيك اللي هيتعملت ديه بتحقق اهداف자가 انشور زيزة اوبجيكتيفز ايه تأكد من تحقيق الاهداف كمان الجزء الخاص بالريسك مانجمنت الجزء الخاص بالريسك مانجمنت ان المخاطر بتدار بشكل مناسب يعني ايه المخاطر بتضرب بشكل مناسب هو في مخاطر بيحصل لها قدارة طبعا طبعا وهنضرب امثلة على الكلام ده النهاردة على سبيل المثال وهنذكر المثال ده اكتر من مرة حاجة زي الرانساموير احنا الوقت الناس عارفوا ان في حاجة اسمها الرانساموير موجودة ده خطر بيجي من هنا الخطر ده بيجي مثلا من عن طريق فيروس عن طريق ان في موظف ما عندهش وعي كفاية فبيأكسبت على فشنج ميل جايلو واتيفور كان الشكل ايه ففي النهاية الجهاز اتضرب بالرانساموير او الانفيرمنت اتضربت بالرانساموير ده اصبح ريسك فالريسك ده لازم انا ابتدي امتيجيت على الريسك ده وابتدي ان انا اواجه انترفيس الريسك ده من خلال ان انا يبقى عندي استراتيجيك ان انا والله هوفق مثلا باكب سيليوشنز حدي اويرنس للموظفين عندي ابتدي انا كده اتعايش مع الريسك الموجود والتأكد ان المخاطر دي بتدور بشكل مناسب يبقى اول حاجة بروفايدر استراتيجيكشن انشور ذات الابجيكتفز ار اتشيفد كمان كون متأكدين ان احنا بندير الريسك بنعمل ادارة الريسك بشكل صحيح يعني يتم التأكد من ان كافة الموارد الموجودة داخل المنشأة او داخل المنظمة يتم استغلالها بشكل صحيح يعني احنا النهاردة على سبيل المثال مثلا جبنا بيهيفيور ابليكيشن انت فيروس بيهيفيور دفعنا في مبلغ وقدره لازم نتأكد ان الحاجة اللي احنا جبناها دي استفدنا منها ما كانتش وستد ما كانش حاجة فيها اهضار لمال عام خاص بالمنظمة وبالمؤسسة جبنا مثلا سيرفرز مثلا وبرامات كابس تيرام كبيرة جدا وهارد اسكس ونتأكد قبل ما احنا طبعا هو مفروض ان يكون فيه اناليسيز وفيه دراسة للكلام قبل ما ييجي لكن يتحقق بقى البرنامج الخاص بالجاورنينس والاهداف بتاعته واللي بيضيرها زي ما قلنا البردف ديريكترز او السينيور مانجمينت ان الريسورس اللي جات دي بيتم استغلالها كان انا عملت في احد الاماكن فعلا كان ده بيحصل لازب ما فيش حاجة تيجي ما ينفعش ان احنا نقول ان الحاجة دي جات وما تمش استغلالها بشكل صحيح دي كده طبعا يعني نقطة سلبية جدا ونقطة سوداء في حق الادار يبقى ده الجزء الخاص بالجاورنينس نعيد عليه تاني بشكل سريع الجاورنينس حوكمة بيلعبها البردف ديريكترز والسينيور مانجمينت لها اهداف في البرنامج بتاع الجاورنينس دالي مجموعة اهداف نتأكد بشكل كامل ان الريسك مانجمينت بيتم ادارة المخاطر بشكل مزبوط ومناسب بشكل مناسب وبشكل صحيح تتم ادارة كافة الريسورس الموجودة عندنا داخل الورجانيزيشن ده الجزء الخاص بالجاورنينس الريسك مانجمينت بقى قررك الريسك مانجمينت عملية ادارة المخاطر الريسك مانجمينت الخاص بالاكتيفيتز اللي بتؤدي عندي ان يحصل ريسك يعني ايه بقى؟ قالك والله احنا النهاردة مثلا على سبيل المثال شركة تسوق الالكتروني عندنا موقع بنبيع عليه منتجاته دي اكتيفيتز اللي احنا بنقدمها الورجانيزيشن بتقدمها موقع زي سوق مثلا موقع زي امازون الاكتيفيتز بتاعته اللي هو بيقدمها ايه او ايه الانشطة اللي بيقوم بيها بيبيع منتجات على الوب سايت الخاصة بيهو الناس بتخش تشتري وتعمل تحولات بنكية وكل الكلام يجب ان يتم التأكد ان المخاطر اللي بتدور حوالينا للموضوع ده نقدر نتحكم فيها طب ايه المخاطر؟ والله مثلا حد يعمل على مثلا فيوقع الوب سايت ده ده بالنسبة لي مشكلة حد يعمل مثلا ويبسايت شبيه فيبتدي ان هو مثلا باسم دومين مختلف فيبتدي يعمل فيشنج ووب سايت فالناس تخش عليه وتفر يعني اشكال كتير جدا حد يحاول ان هو يخترق السيرفر اللي عليه الموقع ويحصل على بيانات تفيده بشكل او باخر دي اكتيفيتز او المؤسسة طبعا المثل ده على كل مكان طيب الريسك مانجمنت هنا بقى هيتم اقدارته من خلال عملية التطوير دايما الديفلوبمنت بيجي قبل الامبليمنتيشن يعني دايما انت كده قبل ما بيتامبليمنت بيتامبليمنت ماينفعش انك انت تامبليمنت بعد كده تعمل الديفلوبمنت والتصور والتطوير وكل الكلام ده بيسبق عملية الامبليمنتيشن يبقى يجب عشان خاطر اقدر ان انا اعمل ريسك مانجمنت ادارة للريسك يكون عندي واضحة وبعد كده يعقوبها لانترنال كنترول اقدر من خلاله ان انا امتيجيت الريسك يعني ايه بقى انا قلنا في التوبك الاولاني اللي كنا اتكلمنا فيه في بداية المحاضرة السابقة ان الكنترول والريسك مرتبطين ببعض يعني طريقة عكسية يعني طريقة عكسية بمعنى ايه؟ معنى انا كل ما ازود الكنترول كل ما الريسك عندي هيقل كل ما حفرت قيود وحفرت في القيود دي وحفرت في الكنترول دي الريسك هيزيد فالكلام بيقولك ايه بقى ان انا عشان خاطر اقدر ادير المخاطر اللي بتحصل دي لازم ابتدي اعمل development الاستراتيجيك بقى اشوف انا هتحرك ازاي وبعد كده يعقوب ال development بمعنى ندي مثال تاني عرفنا ان فيه فيروسات وعرفنا ان فيه تروجين هورسز وعرفنا ان فيه كذا وكذا وكذا وعرفنا ان فيه ransomware والرنسمware ده هيعمل ويتم تخفرها يبقى احنا لازم نقعد مع بعض نتفك ان دي مشكلة وان دي محمل خطر فيه خطر يا جماعة فيه ريسك انت حتى في شغلك تقول الكلام ده على وراء الله يا جماعة احنا عندنا كده ريسك طبعا حنعرف بعد كان الريسك ده ليه وليه ترتيب مش كل حاجة ايه مش كل حاجة احنا نعمل لها قاعدة يعني فنفهم بعد كده ان فيه ريسك موجود عشان نواجه الريسك ده نعمل ايه والله طبعا محتاجين نعمل استراتيجيك محتاجين ان احنا نزود التابلة ايبراري عندنا محتاجين ان احنا نجيب استوريج عشان خطر نقدر ان احنا نحافظ على البيانات لان دي موجة دلوقتي وموجة عالية وبعد كده نعمل ايه نبتدي بقى ان احنا نجيب السيرفر ونعمله ونجيب الابليكيشن مثلا الباكب ونبتدي نعمل الموضوع ده ونبتدي نعمل عشان نتاكد ان الموضوع مش بشكل صحيح كده احنا اتبعنا ايه مش ناع الصح وبدأ ده يبقى كنترولز لو انت عارف ان فيه فيروسيات فانت حطيت انت فيروس فبدأت تعمل كنترولز على المستخدمين فاصبح ده كنترول الهدف منه ايه؟ ان احنا نعمل مانيجينج ونبتدي من متجيت الريسك ده ونقلله طبعا هنهرب بقى ان الكلام ده كله الريسك ده بيقع على الفينانشل بيقع على الوبريشنال بيقع على الريبيتشنال ممكن يقصر على الريبيتشنال الخاصة بينا الريسك الريسك يكاد يكون كمان ان الكلام ده ممكن يقصر على امور اشخاص يعني ممكن الريسك ده ممكن يقصر حنعرف ان الريسك يكون يطول اشخاص بناء ادمين وجرائم الكترونية ويؤثر على خط سر العمل والبزنس فيبقى فهمنا كده من الريسك منجمينت ان احنا لدينا مجموعة من الريسك خاصة بالورجنيزيشن اي حد يفتح اي حاجة مهما كان حجمها ففي ريسك بيحوم من حولها في ريسك بيحوم من حول هذه الريسك مهما كان حجم المنشأة وحجم الكيانة في مخاطر موجودة المخاطر دي انا عشان ابتدى واجهها لازم يكون عندي واضحة وبعد كده ابتدى يعقوبها عشان خاطر ازيد من الكنترول فقدر ان اقلل من المخاطر دي الكمبلاينز الكمبلاينز عشان ابتدتها عليك انه موضوع يعني بيبقى محير شوية هو تقايد بمتطلبات الزامية من قبل احد الجهات والقدرة على الالتزام بيها والقدرة على الالتزام بيها